شلونكم شاكوماكو إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام بهذا الفيديو راح نسولف عن وحدة من أفخم للسبيكرز لبلوتوث في العراق والحائزة على جائزة الإبداع في التصميم لعام 2023 وهذه السماعات هي من إنتاج الشركة العملاقة في مجال الصوتيات شركة هارمند كاردون الأمريكية هذه السماعة هي بتقنية البلوتوث واسمها الأورا ستوديو 4 ومن خلال متابعتي للتسميات في عالم التقنية أي شي عالية تسمية ستوديو معناها فتشي احترافي وما راح يستهوي كل المستخدمين وهذه السبيكرز مو بس هي المتوفر عند ميكي ستور في بغداد الكرادة خارج وإنما هناك العديد من السماعات الاحترافية من شركة هارمند كاردون وكذلك من شركة بوز الأمريكية وغيرها أنا كلش أحب المنتجات اللي تتعلق بالسمعيات الهيدفون السبيكرز وأحاول قدر الإمكان أن أخصص جزء من المحتوى عندي لهذه المنتجات على رغم من أنه جمهور هذه التقنيات يعتبر جمهور محدود وسماعة الأورا ستوديو فور هذه جذبت انتباهي بسبب تصميمها الأكثر مراء ورح نسولفها دي شوي عن إمكانيات الصوت اللي بيها بس بالبداية خلي نفسخ التصميم أول شي بما يخص التصميم السماعات متوزعة 360 درجة هنا هو مكان السماعات هاي من هنا متوزع بالداخل وصير دائرة كاملة يعني مو من اتجاه واحد فأتب أي مكان تخليها أي اتجاه رح يجيك الصوت بشكل تمام من جو من الداخل أكو هذا اللي هو الوفر هذا الوفر هسا شوفكم يعني مشهد شون هو وشغال من يصير بيت أو بيس عالي إيقاع قوي يقوم يتحرك أكيد مثل أي ووفر واللي يقدم في تجربة الصوت من ناحية إذا مشاهدة أفلام أو مثلا موسيقى بيها إيقاع قوي هنانا رح ينطي هذا إحساس كلش قوي بالصوت بالإضافة إلى أنه حتى الميز رح يهتز يعني يصير هذا الإحساس الميز يقوم يهتز على شكل الإيقاع اللي دي يصير يعني بنتخلون إيدكم أو إذنكم رح تحسون بهذا الإحساس بالمكان اللي خالين به هذه السماعة طبعا هنانا التحكم بالسماعة الشون تعلون وتنصون وأيضا الغلق والبيرنج والبلوتوث بالإضافة إلى أزرق خاصة بالتحكم بالألوان الخاصة بالتصميم الداخلي هسنا هذا لون وهذا لون ثاني اللي هو على خضار وعندنا خمس ألوان على بنفسجي على أزرق على أصفر هذا حلاهن تقريبا وأيضا أكو يعني نقدر نقول أنه ثلاث ألوان اللي هي الأزرق والأخضر الفيروزي والبنفسجي متقاربات على بعضهن وهذا اللون الأصفر هو أكثر لون نقدر نقول مميز عن البقية خصوصا وأنه يتوالم إذا خليتها على خشب مثل حالتي هذي هنانا يعني جاي تصميم حلو صحيح هذه الألوان هنانا هي مو رجي بي مو ألوان هواية بس أنا شوف أنه الألوان اللي مختارة هنانا الخمس ألوان هي مناسبة لكافة الأذواق خلينا نقول يعني فات شي كلش مناسب ممكن أقول أنه مفتقدين اللون الأحمر هذا فات شي واضح لأنه اللون الأحمر هميني ينطفت حالة حلوة إذا خليناه على ميز أبيض أو مكان خلينا نقول الجدران غامقة من هالأمور هذي فخسارة أنه ماكو اللون الأحمر من ضمن هذه الألوان بالإضافة إلى أنه أكو السطوع نقدر نعلي وننصي من نانا من ثلاث درجات من السطوع والحلقة اللي بالنص هذه أيضا يعني تعلو تنصى لمن ننص الصوت أو نعليه يعني من عدها نقدر نعرف أنه شقد درجة الصوت من هالأمور هذي التفاصيل هذي يعني ماكو سوفت وير ماكو يعني فالتطبيق معين أنه لازم ننزل بحاسبة أو موبايل حتى نقدر نتحكم بيها وهي هاي طبيعة منتجات هارمن كاردون أنه الاهتمام بالصوت أكبر من الاهتمام بموضوع السوفت وير غيرها يعني متأكد يكون شركات هواية موجودة تقدم تجربة السوفت وير حتى لو كانت بسيطة بس بيها تحكم بينما هذي السماعة لا ما بيها هذا الشي تقدرون تتحكمون من خلال هذي التتش البنال الصغير اللي هناني وبعض الشغلات البسيطة اللي بالنسبة لي شفيتها كلش كافية لأنه الغاية من وجود هيتش سماعات مو بس مو أنه موضوع السوفت وير غير وأنه يتحكم بالألوان الغاية أنه يكون عندي أفضل تجربة صوت موجودة بالعالم وفعلا تجربة الصوت هنا يعني صراحة أنا كلش ما عاجبني أنه أقدم يعني أجيب المايك أقربه وأسمعكم الصوت لأنه راح يغبن حق هذه السماعة فتجربة الصوت على هذه السماعة تعتبر تجربة فريدة من نوعها ومتأكد اللي يشتري مثل هيتش السماعة بعد راح يكتفي ما راح يحتاج فتش بعد أعلى أو مواصفات أفضل اللهم إلا إذا هذا موضوع التحكم يجوز من المستقبل هارمون كاردون يضيفون تطبيق فصير ألوان ومن هالأمور هذي بس بالنسبة لتجربة الصوت أعتقد خلاص يعني أنا شقد عندي سماعات ممتازة وأسمع دائماً ومتطلب من هذا الجانب هذه يعني أشبعت خلاص فضولي أعتقد أنه بعد ما كن مثلها سماعات أو خلل نقول إذني بعد خلاص هي هاي بالنسبة لهاي الليمت هاي العشرة على عشرة من ناحية الصوت والعشرة على عشرة هذي تجي من ناحية الفوكل تجي من ناحية الإيقاع الموسيقى الهادئة يعني ما كفت شي خل نقول يعني شون ياخد تسعة من عشرة لا لا كل شي عشرة على عشرة طبعاً مثل ما هو واضح هذه السماعة تربط عن طريق الكهرباء يعني مو بيها بطارية ووزنها صراحة ثقيل وأكو منفذ للثلاثة ونصف ملم هذا المنفذ تقدرون تربطه مباشرة بلابتوب أو أي شيء بالنسبة للتأخير أو الديلي اللي موجود بالسماعات فأكيد هاي السماعة بلوتوث لازم يكون بيها تأخير فليفكرون يعني أنه يريدون فتشي الديلي بتأخير الصوت بالبلوتوث قليل أعتقد يعني هذه ما راح تكون بيرفكت أو مناسبة من هذا الجانب وهي هاي يعني فتشي طبيعي يعني تشوفوني ببعض الأحيان ما أذكر هذه التفاصيل بالمراجعات اللي تخص الصوتيات البلوتوث لأنه لازم أكو ديلي بسماعات البلوتوث أكو بعض السماعات اللي بيها الجايمينج مود واللي هو نمط خاص بالألعاب شوي تقلل من الديلي من التأخير بالصوت بس على حساب جودة الصوت هنا ماكو أي تنازلات من ناحية جودة الصوت تجربة الصوت بشكل عام مثل ما قلت ما أريد أعيد الكلام بس يعني هو هذا المختصر المفيد لأنه عشر على عشر ومستحيل أكو يتشي تجربة الصوت على هيتشي سماعة بالتأكيد الكثير من عدكم هسا دي تساءل إش قد سعر هذه السماعة هذه السماعة سعرها 550 ألف دينار عراقي هذه السماعة مثل ما قلت بالبداية هي خاصة بالمحترفين أو الأشخاص اللي غيرون تجربة صوت مثالية فعلا فأكيد مثل هيتشي السماعات ومن شركة مرموقة بهذا المجال ما رح تكون سعرها رخيص وصراحة أكون سماعات من هارمن كاردون بعد أغلى من عده وهذه تعتبر يعني شون هي فلاكشف ولكن سعرها مناسب أكون سماعات توصل ل 900 دولار وأكثر لأنه هي هاي طبيعة أسعار هذه السماعات هي فخامة وجودة صوت رهيبة يعني خبرة سنين عند ناس يفتهمون بهذا المجال فسعر هذه السماعة للسبيكر ما رح يكون أكيد في متناول كثير يعني أنا على سبيل المثال غرفتي للستوديو اللي أصور به أشوف هذي كلش عالية بالنسبة لإمكانيات الغرفة يعني ما لأنه مدى أقدر أصعد حتى 20% بالصوت هل قد ما هي لتنطي تجربة صوت رهيبة من التفاصيل اللي لازم تعرفوها أنه البلوتوث اللي هنا هو 4.2 مو أحدث شي يعني وهذا البلوتوث يسمح لكم بربط جهازيا فقط فهذه إحدى النقاط السلبية اللي لاحظتها بهذه السماعة أنه ما ممكن نقدر نربط أكثر من جهازين نسخة البلوتوث ما تعتبر الأحدث أيضا أكون نقطة مهمة موضوع الوزن لازم أنتو تعرفون أنه وزنها هو 3.6 كيلوغرام يعني وزن كلش ثقيلة صراحة أنا من طلعتها من الباكيت ما تخيلت لها الدرجة هي ثقيلة أيضا من السلبيات اللي لاحظتها هو أنه ماكو مايكروفون فمثلا إذا روبطتوه على لابتوب وجدتوا مكالمة عن طيق اللابتوب وتريدون يعني تجاوبوها هناك مايكروفون ماكو وهذا فات شي يعني حتى ولو كانت لوظائفين فات شي بسيط يعني مو شرط يكون مايكروفون عالي جودة أي شيء بس مهم واحد يجاوب ولكن مع هذا ماكو مايكروفون بهذه السماعة وهذه مثل ما قلنا إحدى النقاط السلبية بس كل هذه النقاط اللي ذكرتها بمجرد ما تسمع بإذنك تجربة الصوت اللي على هذه السماعة ما رح يبقى أي مجال إلك أنه طلع عليها سلبيات لها الدرجة جودة الصوت يعني ممتازة لأنه الشخص اللي يشتري متى إليكي السماعات يبي إليكي السعر أكيد هو اللي يفكر بي أنا أريد أحلى صوت وهنا أنا ما أعتقد أكو بعد أحلى مثلا هالثاني المايك رابطة كلش قريب هاي المسافة يعني مو فات شي بعيد وراح أشغل لكم أنا ما قدر أشغل شغلات معروفة لأنه يجينا يعني حضر أو فات شي على اليوتيوب مو ما نطب بهت شي تفاصيل بس أكو عندي مثل الساوند تراك هذاني يعني أنا مشتريهن وحاول يعني قدر الإمكان راح أعليها للأخير حتى تشوفون تجربة الصوت شلون دا تكون يعني فشلات بسيطة وأكون موسيقى نو كابيرايت راح أحاول أشغل منها يعني شوي يعلموا التعرفون ولهو هذا مو مقياس بس يعني خلي نجرب ونشوف مزيد هذا هنانا الصوت مثل خلي نقول الأفكت ساوند افكت نجي هسا هذي شوي خلي نشغل معده اللي هي المفروض نو كابيرايت موسيقى يعني الميز مادري إذا دايبين لو لابس هني يدي دا حسنة ترتفع وهذه كانت كل التفاصيل متعلقة بسماعة الأورا ستوديو فور من إنتاج شركة هارمن كاردون الأمريكية وحقيقة هذه السماعة لا يمكن تقييمها بشكل صحيح إلا لما تسمعوها بإذنكم متأكد التجربة عن طيق المراجعات سواء كان عندي هذا المايك أو أي مايك احترافي بالعالم ما رح ينطي حق السماعات هذه بالإضافة إلى أنه أكو تفاصيل هواية فقط الإذن البشرية تقيمها لا يمكن أنه المايك يقدر يلتقطها أو يوضحها بالصورة الصحيحة فإذا صارت لكم مرة على ميكي ستور ضروري أنه تطلبون من عندهم يجربون هذه السماعات قدامكم وتشوفون التجربة الرهيبة أو بمعنى الصح تسمعون التجربة الرهيبة أتمنى أنه يكون هذا الفيديو عجبكم إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لتفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرفات هشتك تسعة ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم يا هلب اللي يبقى لنهاية الفيديو طبعا برمضان دفكر شوي يعطي وقت للعائلتي ما أعتقد راح أسوي محتوى هواية يعني تقني يعني شوية واحد يتفرغ العائلتي لأنه الفترة اللي فاتت هواية صراحة هواية يعني سويت محتوى من ريالز ومن فيديوهات متابعة بالصفحات التواصل الاجتماعي الباقية فيسبوك وإنستجرام الموضوع ما كان مقتصر فقط على اليوتيوب فشوية يعني شهر رمضان شهر مبارك أكيد يحتاج واحد ينطي الوقت العائلتي ينطي وقت النفس يعني أكثر أنا همين عيوني يعني صراحة صراحة إذا شوف الشاشة مغوشة يعني دع صورة من الموبايل ولازم ألبس النظاري اللي أشوفها السيئة اللي بديت أشوفها بصراحة 40 ثانية 4K من هالأمور هذي يعني كبرنا بس لازم أنطي الوقت راحه فرصة هذا الشهر المبارك يجي رمضان كريم أكيد عليكم أعتقد لا بعد أكو فيديو يمكن قبل رمضان بس ما أعرف بعد خلي نشوف حبيت أشاركوا إياكم هذي التفاصيل القادمة بس ما راح نتوقف بالتأكيد وأكيد نشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم شكرا جزيلا وكل من كمل فيديو الأخياء مع السلامة